اشتركوا في القناة هنا الكلمتين التي يستعملون في غير معنىها الحقيقي وهي الظلمات والنور هنا مرة اخرى سنقول ان المستعار له سيكون هو الطرف الاول ولانه الطرف الاول سيكون المستعار له ولكن تقدره ماذا هنا عندما نقول الظلمات قد تقولون انتم الجهل وعندما تقولون النور وعندما نقول هنا النور قد تقولون انتم العلم حسب المثل الذي يقول العلم نور والجهل ظلام العلم نور والجهل ظلام وهنا ليس هذا هو المقصود اذا المقصود هنا الظلمات بمعنى الكفر والنور بمعنى الاسلام اذا هذه الجملة ليست كالجملة التي سبق ورأينا يخرج الاستاذ التلاميذة من الظلمات الى النور لا تلك الجملة استندنا الى المثل الجهل ظلام والعلم نور كان المعنى صحيح ولكن هنا لديه هنا المقصود حسب كتب التفاسير هنا المقصود شيء اخر الظلمات المقصود بها الكفر والنور المقصود بها الاسلام اذا المستعار له محذوف وهو الكفر اذا بمعنى ان الله سبحانه وتعالى هنا يقصد كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الكفر الذي يشبه الظلمات الى الاسلام الذي يشبه النور اذا بالنسبة للمستعار منه هنا موجود مستعار منه موجود وهو الظلمات بالنسبة للكفر ونور بالنسبة للاسلام المستعار منه مذكور وهو ظلمات وكذلك النور اذا هاتين الكلمتين هما المستعار منه ظلمات وكذلك النور ما الصفة المشتركة بينهما الصفة المشتركة بينهما محذوفة ليست موجودة والمقصود بها الظلمات والذي هو الكفر المقصود به الته مثلا نقصد به الضلالة نقصد به الضلال بمعنى ان الانسان يكون في ضلالة اما العلاقة المشتركة بين النور والاسلام مقصود بها الهداية اذا العلاقة بين النور والاسلام هي الهداية الكفر والظلمات يجعلك في ضلال يجعلك ضال بمعنى التصرفات التي تقوم بها هي تصرفات خاطئة ضالة غير مغضوب يعني وضالين ضالين بمعنى تائه أما بالنسبة للصفة المشتركة بين الإسلام والنروي الهداية الهداية بمعنى أن الإنسان يهتدي في طريقه يعرف أين يسير الإسلام يجعلك من خلال العلم الذي يجب أن تتعلمه يجعلك في هداية الإسلام يجعلك في هداية وكذلك النور يجعلك في هداية في طريق تعرف أين تسير والوجهة التي تريد وبهذا نكون قد وصلنا إلى الرقم الرابع وهي القرينة أين هي الكلمة التي جعلتنا نفهم هنا أن الظلمات هي الكفر وأن النور هي نور هو الإسلام أين هي الكلمة التي جعلتنا نفهم هنا هذا المعنى قد تقول كتاب لا هذا لا وليس كذلك ظلمات وليس النور وليس يخرج كذلك لأنه أصلا الظلمات في الغالب تربط بماذا بالجهل والنور يربط في الغالب بالعلم ولذلك فالقرينة هنا ليست موجودة قرينة محذوفة وبالتالي لأنها محذوفة فهي حالية مقامية حالية مقامية وتقدرها فيصير مؤمنين فيصير مؤمنين بمعنى أن هذه الجملة لو كتب فيصير مؤمنين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فيصير مؤمنين سنفهم أن الظلمات هو الكفر والنور هو الإسلام وبهذا نكون قد وصلنا إلى نوع للسعارة ما نوع هذه للسعارة هل هنا المستعار منه مذكور أم غير مذكور إذن مذكور والذي هو الظلمات والنور ولأن المستعار منه مذكور إذن فهي استعارة صريحية استعارة صريحية وقلنا المستعر منه هو الظلمات وكذلك النور وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو دمتم في رعاية الله والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة